وهذا الحديث عن آخر تطوراته في ثورة تشريم معنا الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو مرحبا بك دكتور صباح مرحبا بكم دكتور صباح بداية التظاهرات تتواصل في بغداد والمحافظات رغم القمع الحكومي ومحاولات تشويه الثورة كيف ترى دكتور إصرار العراقيين على بلوغ أهداف ثورتهم؟ حقيقة ما يحصل في العراق هو عبارة عن ولادة جديدة لقوة شبابية متأثرة بطبيعة العملية السياسية منذ 2003 ولغاية الآن اللي أكدت المحاصصة والطائفية والنهج العائلي في إدارة الدولة واللي أدى إلى حالة الفسادة الذي قد يكون أصبح مشرعنا بهذا الشكل ولذلك اللحظ هناك إصرار حيث حاجة الخوف انتهى أمام الشبيبة والشابات والدعم الشعبي الذي يقدم لساحات التظاهر والحراك حقيقة في جميع مدن العراق أصبح ظاهرة ثابتة لن تتغير وهناك إصرار كبير على تحقيق أهدافهم ولذلك اللحظ أن من يقود الحكومة والعملية السياسية في حالة ارتباك واضح المعالم خصوصا ولغاية اليوم وباقي أكثر من يومين أو ثلاثة أيام وتنتهي المدة الدستورية في إيجاد رئيس وزراء يعقب عبد المهدي لم يتمكنوا من ذلك ولذلك اللحظ الحراك مستمر حتى لو جاءوا برئيس وزراء وفرضوه باستخدام كل وسائل التحايل السياسي حقيقة لم يرضى الشارع إلا وفق ما أرادوه من مواصفات قدموها للحكومة في إيجاد رئيس وزراء جديد يستطيع النهوض في العراق بالفترة القادمة في إيجاد قوانين تخدم العملية الديمقراطية بشكل أكثر شفافية من خلال قانون الانتخاب وغيره الذي يعطينا الإمكانية في تطور البلد نعم دكتور صباح تحدثتم عن ولادة جديدة يعني هل ستكون هذه الولادة من رحم الأحزاب الفاسدة؟ يعني كما تعلمون الأحزاب ترشح محمد الشياع السوداني رئاسة الحكومة إلا ألا تعي الأحزاب أن العراقيين يرفضونهم جملة وتفصيلا؟ حقيقة هناك شيء غامض واضح لدى ترشيح تيد السودان يعني هناك رفض شعبي مسبقا منذ فترة منذ استقالة عبد المهدي ولغاية الآن الشارع أكد أن الشخص المرشح يجب أن لا يكون سبق له أن استلم منصبا في إدارة العراق وليس من الأحزاب أيضا ويردون شخصية مستقلة ولكن الدفع بهذا الاتجاه في اعتقادي أن العملية السياسية يبدو أنها في حالة من الحرج والبحث على مدى أسبوعين لم تتمكن من إيجاد شخصية بل دفعوا بهذه الشخصية وهو عضو في حزب الدعوة واستقالة وهذا كله يدلل على حالة الارتباك التي تعيشها العملية السياسية بالعراق نعم يعني في ظل مقولة المجرب لا يجرب دكتور صباح لماذا هذا الاستخفاف بدماء العراقيين وغضبهم بترشيح شخصيات من ذات الطبقة السياسية لرئاسة الوزراء في اعتقادي هذا يدلل على عدم إمكانية إدارة العراق مستقبلا خصوصا إذا ما أجريت انتخابات مبكرة سيؤدي ذلك إلى تغيير في العملية السياسية لا شك في ذلك وكذلك أيضا حتى عمل الحكومة القادمة والبرلمان سيكون نسبيا لصالح الشعب وبنفس الوقت هناك تضامن وتأييد دولي يتطور نحو تأييد المطالب المتظاهرين وخصوصا مجلس الأمن بعد قراره في فرض على الحكومة العراقية أن تعمل على محاسبة كل من أدى إلى وجود شكل من أشكال الإجرام بحق الإنسان العراقي المتظاهر المحتج على سياستهم على مدى 16 عام دكتور هنا الجميع يتساءل هل مشكلة المتظاهرين مع رئاسة الحكومة أم مع المنظومة السياسية برمتها الحراك الشعبي ينشد تغيير العملية السياسية برمتها وليس بأشخاص ليس مسألة رئيس وزراء أو رئاسة برلمانة أو رئيس جمهورية وغيرها يؤكدون على أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مزدود ووصلت إلى مراحل من الإسفاق في حقوق الإنسان والمواطن العراقي ولذلك اللاحظ يؤكدون على عملية تغيير سياسي ومن ضمن مطالبهم تغيير الدستور إيجاد دستور جديد أو العمل على تغيير بنود الدستور إيجاد قوانين تتناسب والعمل الإنساني الحقيقي المعبر عن حقوق المواطن العراقي هذه مطالب الشارع وليس مطالب الشارع لشخصيات معينة أن تصل إلى رئاسة الوزراء أو إلى غيره وهذا هو الجوهر الأساس الذي لم تتمكن القوى السياسية الحاكمة أن تفهمه من مطالب الشارع حقيقة نعم إذن دكتور يعني إذن الحكومة برمتها كيف سينعكس هذا التعنت الحكومي على المتظاهرين وعلى ماذا تراهن السلطة برأيكم دكتور السلطات تراهن على مسألة الوقت وإمكانية أن المتظاهرين يصلون إلى مراحل من التعاب أو غير ذلك أو تتقطع بهم عمليات الدعم أو غيرها ولكن الإدارة الذاتية حقيقة للمتظاهرين قوية وتزداد قوة أكثر حقيقة كلما تزداد عمليات استخدام العنف والقوة المفرطة وغير ذلك يزداد الشارع قوة ويجلب العديد من القوى الشعبية الموجودة أن تعمل على مساندته وهذا ما نشاهده في حركة الطلبة وحركة الشباب والمجتمع المدني ودعمه ببيانات كثيرة صدرت منها المحامين وكذلك أيضا نقابات العمال وغير في مساندته الشعب والحراك الشعبي في ساحات التظاهر بمختلف أشكالها إذن هناك إصرار على تغيير العملية السياسية ولكن ما زالت هؤلاء في حالة من حالات الاستخفاض بالمطالب ولكن الظروف تتكالب عليهم حقيقة دوليا ومن قرارات الأمم المتحدة وإجراءاتها سيؤدي ذلك إلى تغيير قادم في اعتقاد دكتور صباح في خضم هذه البيانات والتصريحات تحالف الفتح التابع للميليشيات يؤكد تمسكه بما يقول إنه حقه في تسمية رئيس وزراء جديد ألا ينفي هذا كل الوعود بالإصلاحات سواء من الحكومة أو من يضف الشرعية عليها حقيقة الحكومة استخدامها للقوة والأحجاب السياسية وأذرعها المسلحة بالعمل الإجرامي ضد المتظاهرين أفقدهم الشرعي وهذا ما تؤكده كثيرا من القوة الدولية وكذلك أيضا مجلس الأمن أنها فقدت الشرعية باستخدامها لحمليات الإبادة بهذه الطرق والوسائل التي استخدمت في معظم مدن العراق المحتج والحراك الشعبي والضحايا أكثر من ستمائة شهيد وكذلك أيضا أكثر من عشرين ألف جريح غير المعتقلين والمختطفين لاحظ هذا يدلل على السياسة القمعية التي مورسة تسقط الشرعية عن كل هذه الأحزاب والقوة من أن ترشح حقيقة أن ترشح رئيسا للوزراء يخلف السيد عادل عبد المهدي يتمكن من إدارة الفترة المؤقتة التي تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة لإقرار القوانين الجديدة وهذا سيعطي إمكانية لامتداد حالة التظاهر والاحتجاج ضد العملية السياسية بالعراق نعم دكتور صباح علو الكاتب والبحث السياسي كنت معنا شكرا لانضمامك إلينا